إلى موضوع آخر وإلى حضر موت مشاهدين حيث أن حضر موت مجدداً تعود إلى الواجهة بعد قرارات إطاحة بقيادات في السلطة المحلية بوادي حضر موت والمنطقة العسكرية الأولى نشطاء قالوا في مثل هذه التغييرات من شأنها أن تزيل مبررات تصعيد الانتقال في حضر موت ويطرح البعض طرح هذا التساؤل فهل سيكون هناك قرار مماثل بخصوص لواء بارشيد؟ نشاهد هذه القرارات مشاهدين كما صدر أيضاً اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد اللعلى للقوات المسلحة رقم 43 لسنة 2022 قضت المادة الأولى منه بتعين العقيد الركن عامر عبدالله محمد بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ويرقى إلى رتبة عميد كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد اللعلى للقوات المسلحة رقم 44 لسنة 2022 قضت المادة الأولى منه بتعين العقيد الركن ناصر الصالح محمد حسين الوادعي أركان حرب اللواء 135 مشاه ويرقى إلى رتبة عميد إذن المشاهدين تأتي مثل هذه القرارات في ظل تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً الذي يقود تصعيداً ضد المنطقة ويطالب بإخراجها من مقرها الحالي في سيئون بوادي حضرموت بإطار مساعيه للسيطرة على مديريات وادي حضرموت وفرض مشروع الانفصال في المحافظات الشرقية بالقوة هذه القرارات جاءت أيضاً تزامناً مع منع قوات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى فعالية تابعة للمجلس الانتقالي في مدينة سيئون بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات وما أثار حفظة المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات هناك احتفالية كانت بالأمس فالاحتفال هذا هو من أي العيد دولة الإمارات العيد الوطني والناس كانوا يبغوا يشاركون في هذه الاحتفال ولكن تم اعتراض بقوة عسكرية كبيرة هائلة للصالح الذي كان فيها الاحتفال وهذا بالنسبة للمنطقة الأولى فهي دائماً هكذا تعارض إرادة الشعوب وتعارض إرادة الشعب في حضر موت ولكن نحن حقيقة لا تخافنا هذه كلها الترسانات التي أنزلوا بها على احتفال أو ميرد في صالح ما هناك مليونية كأن تنازلها ولا غيرها فنزلوا بقواتهم كلها والدبابات وأطقمهم صفحاتهم كامل على إساس منع هذه الناس تفاعلات حول قرارات مجلس القيادة الرئاسي قال صالح الجبواني أحد نتائج زيارة العليم للإمارات تفكيك المنطقة العسكرية الأولى بمباركة سعودية والبداية بتعيين ضباط من أبناء حضر موت في قيادة المنطقة يتبعون الانتقال وكما حصل في شبوى ستنتهي العملية بدخول العمالقة ونخبة الساحل للوادي والصحراء وسيكون الرجل قد أتم المهمة المكلف بها وصفها بخيانة بلا حدود أما الأستاذ مختار الرحبي غرد قائلا رشاد العليمي بدأ أول خطوة لتسليم المنطقة العسكرية الأولى لميليشيات الانتقالي وقد تحدثت عن هذه الخطوة التي قام بها رشاد العليمي أثناء أحداث شبوى التي سلمها لهم بقرارات وقصف الإمارات لأبطال اليش والأمن في شبوى عبد الكريم الحمادي غرد قائلا قرارات رئاسية تصب في صارح مخطط الانتقال للسيطرة على حظر موت وهذه القرارات وصفها بالقرارات الرئاسية ما محمد عمر غرد قائلا أو قائلا نغمة أبو عوجة انتهت تعيين البديل العقيد عامر بن طيان خلاص يا جماعة الانتقالي انتهت نغمتكم أبو عوجة هكذا قرار الحلف تم تطبيقه باقي لواء بارشيد وهذا ما تحدث عنه كثيرا أنه لا زال أو ننتظر أن تتمثل هذه القرارات في لواء بارشيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر